ربما تمثل الصورة هذه الحسنة الوحيدة في مخيم الكيلو 18 غربي مدينة الرمادي حيث تستمر معاناة سكانه مقاومات العيش في هذا المخيم شبه منعدمة والبطالة متفشية والأوضاع تزداد سوءا بالنسبة للمهجرين في المخيم وسط برد الشتاء القارس والله موزين والله سيء أولا جاء بارد نفوت ماكو صابات ماكو لأننا قبل ما اعتمدين على الوطنيين الوطنيين همزات صارت زي في التحالها ولا مساعدات أكو مسؤول ما جاي راجعنا فرد نوب احنا مجمع كرامة مجمع 18 كيلو نازحين ولا أحد وايق عيني لا مسؤول ولا كايمين يكون احنا كشواء عاطين العامل ما عدنا لاشغل عمالة نطلع يوم عشرة يوم نرعو هذا البرد الجو البرد الشتاء محدد شي يشتغل به شي يسوي العامل ما تقدر تشتغل بالبرد هذا جو بارس هنا نطلع نرجع ما يقدر نشتغل ويبدو أن إنهاء ملف مهجري مخيم الكيلو 18 بشكل حاسم ليس ممكنا حتى الآن فالسلطات لا تزال تتجاهل مناشدات المهجرين بإعادتهم إلى مناطقهم لأسباب غير معلومة والكاريفونات بارده نتمنى يعني المسؤولين يرجعون النازحين كل من على منطقته النازحين تعبوا سبع سنين صار لهم يعني نازحين يعني ما يصلوا ناس قاعدة ببيوت وناس قاعدة بمخيمات بمخيم لـ 18 ولا أي مخيم يعني بس واحد يلا حول ولا قوة يقعد بالمخيمات من يزورنا بهالبارد هذا من يسعر لنا أنت يزورنا أنا صارنا ثلاثة سنين هنا ما أحد زارنا لحد يوقف علينا وقال أنت وشعر ولحد يدري شنو إحنا معه سنوات من الفساد الحكومي وسوء الإدارة رافقتها حروب طاحنة وعمليات تهجير واسعة للسكان بدوافع انتقامية وأخرى طائفية لتنتج هذه المشاهد المؤلمة وغيرها الكثير في العراق الجديد ترجمة نانسي قنقر